لو صاحب العقار اللي أنا مشتري منه أعمال لي توكيل أن أنا أروح أسجل بإسمي مثلاً في الجهاز هل ده خلاص دي حاجة يعطات بيها ولا؟ حاضر لا شوف يا فاني مبدئين التسجيل ما بقاش في الجهاز الجهاز التسجيل في شهر العقار ولو ما يسح التوقية أهى أنا أوضح لحضرتك عشان فيه ناس كتير جداً متخيلة أن أنا لو روح أنت ممكن تنقلي الملكية في الجهاز تقولي تروحي مثلاً جهاز مدينة الشيخزية جهاز كذا المجتمعات العمرونية ينقل يحط لك لكن ده مش تسجيل أوكي ده بيبقى لما تيجي تسألي على الشقة دي بتاعت مين أو الفيلا دي أو الأرض دي آه دي بتاعت الأستاذة نورة أو الأستاذ أحمد لكن ده ما تسجلش برضه عشان الناس ما تخلطش التسجيل ده إجراءات خاصة بالشهر العقار تمام؟ فإحنا النهاردة حضرتك الشخص النهاردة اللي بتسألي عليه لو رح الجهاز ونقل الملكية أوكي ينقل الملكية ده كويس ده إجراءة حلوة جداً مفيد جداً لأنه هو أصبح قدام الدولة وقدام الناس هو المالك تمام؟ تمام؟ إلى أن يتم التسجيل اتنين يعملك توكيل؟ آه يعملك توكيل أهم حاجة زي ما قلنا أنك لما تيجي تشتري ودفعت فلوسك وخلصتي تستلمي وتعملي توكيل بالبيع للنفس وأنا ما بحبش الغير ما بحبهاش لكن لو أنتوا اتفقتوا على كده أنت حرة بيبقى نعمل توكيل بالبيع للنفس للشقة وقت بعنوانها والتعامل مع الجهاز والتعامل مع الشهر العقاري والتعامل مع المساحة والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والتنازل عن عددات الكهرباء والمياه عشان يبقى أنت ما تحتاجيش الشخص الثاني خالص ويبقى التوكيل ساري بعد الوفاة وكلمة بادام فيه كلمة بالنفس حتى لو ما تكتبتش تشرفين الناس بتتخب تقولك إيه لا يجوز الغير التوكيل إلا بوجود الترفيين أنا التوكيل بتاعي مفوش الكلمة دي الناس تقلع بادام يا فاندم اسمك مكتوب فيه بالتوكيل للنفس بادام كلمة للنفس موجودة الشهر العقاري مش هيعرفين غير إلا لما تجيب له الشخص الثاني معك فما حدش يتخب طبعاً يعني التسجيل في الجهاز هو حاجة مفيدة بس كافية حاجة مفيدة جداً بس هو ما اسموش تسجيل هو إحنا بننقل ملكية باسمك الجهاز لكن مش ده التسجيل مش ده التسجيل إن القانون قال عليه أو القانون بالقانون بيه يعني هنا الجهاز بيثبت إيه ملكية مين؟ بيثبت بقى خلاص بقى ملكية العقار بيثبت بقى إنه هو مثبت ومرخص ولا ملكية الشخص نفسه الشقة أنت النهاردة لما عايز تيجي تاخد شقة في المجتمعات العمرانية الجديدة بتروح تسأل هي جماعة العقاردة بتعميها من أولئك عدوستاذ أحمد فاروق خلاص لما جيت عامل بقى مع عدوستاذ أحمد فاروق بيبقى وثق في إنه العقاردة بتاعه العقار ولا قطعة الأرض نفسها قطعة الأرض بما فيها من مباني خلاص بتاعتوستاذ أحمد فاروق تمام السؤال بقى بتاع أستاذ النور لو رحت أنا نقلت الملكية دي هيبقى لما حد حضرتك تيجي تبيع شقتك وأنا أنقل اسم كنتا في الجهاز تمام هيجي نداس تسأل هو مين؟ أستاذ أحمد فاروق فهو ده إجراء مش تسجيل ولكن إجراء السجوط إنك إنت اللي موجود وتجهت الحكومية بالطلبة كنتا وتعرفها كنتا ما تعرفش غيرك ولما تترفع دعوة أو إجراءات تسجيل هتبقى أسهل من الثانية اللي لسه بإسمه واحد هتبقى معمولة عليك على طول منك للجهاز على طول مباشرة لكن لو لسه سايبين اسم الرجل في النص هنختصم في الدعوة الشخص ده اللي في النص طب أستاذ زحمد هنا برضو في مشكلة تانية؟ صعبة ولا؟ لا لا أنا فاهم تماما لا مش لف أنا لا وصلت لي شكرا شكرا